السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إصابة الفنانة سمية الألفي بسرطان السدي كشفت الفنانة سمية الألفي عن إصابتها بسرطان السدي من الدرجة الرابعة وأضافت سمية الألفي في تصريحات لها أنها تستعد حاليا لإجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات بالمهندسين بعدما تأكدت من إصابتها بالسرطان وكان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي خلال العرض الخاص لفيلم رتسا حيث حضرت برفقة ابنها أحمد الفيشاوي بطل العمل لمساندته ومشاهدة فيلمه الجديد وروج الفيشاوي لفيلم رتسا حيث نشر البستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع أنستجرام وعلق فيلم رتسا يوم 15 ديسمبر بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي سمية الألفي اعتزلت الفن بشكل شبه رسمي سواء بإرادتها أو حتى إن كان الأمر خارج عن الإرادة إما لأسباب صحية أو نفسية وإما أن الأجواء العامة لم تعد تسمح بوجود الفنانين القدماء منذ فترة طويلة اكتشفت سمية أن الجري وراء حلم الفن المراوغ لا يجبع الروح وإن كل ما تتمناه نظرة من لمعان عيون طفليها هذا بصات سحري ينقلها إلى عالم يتفجر بالحب والحنان والأمان ولدت سمية عام 1953 في عيد الثورة الأول وتقول أن هذا اليوم له أثر كبير في شخصيتها وأن مصر كانت تحتفل بهذا اليوم من كل عام فكان يوم بهجة على جميع المستويات ووالدها اعتاد أن يأخذها في هذا اليوم ويطوف بها في شوارع القاهرة وكان عبد الحليم ومعه أم كلثوم يغنيان وكأنهما يغنيان لها وسمية هي السالسة في الترتيب بين أخواتها قبلها أحمد وسلوى وبعدها محمد وسهام وعرفت ميزة أن تكون الأخت الوسطى الأمر الذي جعلها متوازنة وهدأة في الغالب فلا هي الأولى فتشعر بالغرور ولا أصابها دلع آخر العنقود والدها هو يوسف بك الألفي كان وسيما وسامة الرجال كما تقول عريض الكتفين خمر اللون يملك مكتبا للمحاسبة ومات وسنها 16 عاما بعد موت والدها شعرت سمية أنها وحيدة في الحياة وتقول أنها اقتربت من أمها شويقار أمين درويش تقول عن أمها أمي هي المعنى الحقيقي والوحيد للحنان بلا مقابل فهي شديدة الطيبة والسزاجة ولا تخرج من بيتنا أبدا الذي كان في المانيل إلا إذا جاءت السيارة أخذتها وجاءت بها فهي تتوه ولا تعرف الشوارع وكانت تأخذنا أنا وأخوتي إلى محلين لا تعرف سواهما وتابعت أنا مثل أمي تخرجت في كلية الأداب جامعة القاهرة وهذه كانت آخر حدود العالم بالنسبة لي وأمي كانت متدينة وعاطفية جدا وتصدق أي إنسان كان والد سمية رافضا لفكرة التمثيل ولكنها عملت بوصيته ورفضت مشاهد الإغراء تقول رفضت أدوار الإغراء التي كان من الممكن أن تصنع مني نجمة بسرعة البرك وحافظت على سلوكي وأخلاقياتي في وسط شديد التعقيد وحلت الفنانة سمية الألفي ضيفة على برنامج السيرة الذي تقدمه الأعلامية وفاء الكيلاني تحدثت الفنانة سمية الألفي عن حبها للفنانة الراحل فاروق الفشاوي مؤكدة أنه كانت تربطها به علاقة حب قوية استمرت سنوات طويلة ولم تنتهي مرددة بعد فاروق مفيش أعياد بس الحياة لازم تستمر وأضافت الفنانة سمية الألفي تربيت على يد أم تحترم الزوج بشكل كبير ولا أغلط في زوجي مهما حصل وفاروق عمره مغلط فيها وعمره مزعقلي ولا قال لي كلمة بيخة وأشارت إلى أن مشهد طلاقهما كان مؤثرا وبكى فيه الطرفان وقالت اطلقنا وروحنا البيت وماما كانت بتطبخ في البيت وتغدينا سوا انفصلنا سنة ثم اطلقنا بعد ما تملكنا أول شقة لنا وأنا اللي فضلت فيها وفاروق كان مسؤول ماديا وعمره مؤثر في أي طلب لأولاده ولا لي والمسؤولية مش مجرد فلوس وكشفت الفنانة سمية الألفي مؤخرا تفاصيل قصة الحب التي جمعت كلا من طليقها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة ليلى علوي التي تسبب في طلاقها لأول مرة منه قالت سمية كنت متعودة أقرى لفاروق السيناريوهات ومرة بفتح سيناريو لقيت كاتب جواب لليلى علوي وده كان أول سبب طلاق لأنه كان فيه مشاعر وبعدها اشتغلنا سوا أنا وهي وعرض علي يتجوزها فعلا قلت له اتجوزها وإحنا هنتطلق ولما الجوازة تخلص تعالى وكأنك مسافر قال لي ما قدرش أعمل فيك كده كما تطرقت الألفي عن ظهور نجل جديد لابنها أحمد الفيشاوي الذي يدعى تيتو سالفيشاوي وقالت أنها ليست لديها أي معلومات عنه متابعة الله أعلم ما عنديش أي معلومات عن الموضوع ده وسألت أحمد قال لي لا ونفسي يطلع لا لإني عايز حفيد هنا يبقى في حضن أبوه أمه مش طفل بتاع ليلى وكشفت الفنانة سمية الألفي عن رد فعلها عندما توفي والدها مؤكدة أنها لم تكن تعرف معنى الموت حين توفي والدها وهي بعمر الستاشر عاما وأوضحت أنها لم تكن تعرف أنها لم ترى والدها مجددا لكن بعد فترة شرحت لها والدتها معنى الموت وكشفت سمية الألفي عن رد فعلها وقت وفاة والدها أمامها على فراشه حيث قررت استحاب شقيقتها الصغرى إلى منزل إحدى صديقاتها وطلبت من والدة صديقتها أن تبيتها معها لأن صوت البكاء والصراخ يزعجهما قالت الفنانة سمية الألفي أن الشاعر الراحل صلاح جهين له فضل بعض الله في إنجابها الفنان أحمد الفيشاوي حيث هو من أخذها لطبيب يعرفه وأجرى لها عملية ربط وأضافت أجريت 12 عملية إجهاد وكنت أنوي في كل مرة تسمية المولود أحمد إذا كان زكرا وذلك نسبة لشقيقي ولم أتشاءم من الإسم مطلقا حتى رزقني الله بأحمد الفيشاوي وشقيقه عمر وقالت أنها أصيبت بمرض نادر في العمود الفقري قبل سنوات وهو عبارة عن تكون أكياس من سائل النخاع الشوكي واستقرت على فقرات العمود الفقري وأضافت أنا متعيشة مع الألم وبعمل كل سنة حقني في العمود الفقري بست حقن كورتزون مؤكدة أنها أجرت سبع عمليات جراحية في زهرها خلال رحلة علاجها تعرضت الفنانة سمية الألفي للخيانة المتكررة رغم تعدد تجاربها في الزواج بعد طلاقها من الفنان فاروق الفيشاوي حيث تزوجت من سلاس رجال بجانب زيجتها من الفيشاوي وعانت من الخيانة في تجربتين لا يمكن اعتبار علاقة فاروق الفيشاوي وسمية الألفي علاقة طبيعية أو صحية فكانت هي العلاقة الأشد ألما التي مرت بها سمية إلا أنها ظلت عاشقة للفيشاوي الذي كان يخونها بشكل متكرر وكان الفيشاوي يعرف بعشقه للنساء ولعل قصته مع الفنانة ليلى علوي هي القصة التي ظلت عالقة حتى النهاية حيث كشف مرارا وتكرارا عن حبه لها وإنه كان يتمنى الزواج منها متجاهلا مشاعر زوجته سمية الألفي التي غفرت زلاته على مدار 16 عاما من الزواج وبعد أن استسلمت سمية الألفي في علاقتها بالفيشاوي الذي اعتاد على خيانتها وتكرار الأمر قررت الزواج من الملحن مودي الإمام إلا أن الزيجة لم تكلل بالنجاح ولم تنجب منه وحصلت على الطلاق بعد فترة قصيرة من الزواج وبعد انفصالها عن الإمام تزوجت من المخرج جمال عبد الحميد ولم تستمر الزيجة طويلا وقالت أنها انجذبت إلى شخصيته القوية والجريئة فصرحت سمية بأن المخرج جمال عبد الحميد يتسم بالشجاعة والشخصية الجذابة وقالت سبب زواجي من المخرج جمال عبد الحميد هو شجاعته لأن في الوقت ده الكل كان عارف أن ملكية خاصة لفاروق الفشاوي وأخذ جمال عبد الحميد موافقة فاروق الفشاوي قبل الزواج من سمية الألفي ورغم ذلك لم يحدث تفاهم بينهما بعد الزواج لذلك انفصل دون أن تنجب منه لذلك اعتقد البعض أن زيجات سمية الألفي تمت من أجل إغازة فاروق الفشاوي فقط ورغم أن جمال عبد الحميد كان مخلصا لها على عكس الفشاوي ووعدها بأن زيجتهم ستكون تجربة لطيفة إلا أنه فشل في إسعاد أطفالها فقالت أنه أهمل أحمد على حساب الاهتمام بعمر لذلك انفصلت عنه وبعد طلاقها من جمال عبد الحميد قررت الموافقة على الزواج من المطرب والفنان المصري متحة صالح والذي كان يصغرها بحوالي سبع سنوات ومن المفارقات الطريفة أن المطرب متحة صالح هو المغني الذي أحيا حفل زفاف سمية الألفي وجمال عبد الحميد وبعد فترة قصيرة أصبح هو زوجها واعتقدت سمية أنها لن تتعرض للخيانة مرة أخرى إذا وضعت شرطا قبل الزواج حيث اشترطت على متحة صالح ألا يخونها ويمنحها السعادة وتابعت سمية قبل الزواج وضعت شروط لمتحة وقلت له أنا عايزة أتبسط وبدور على السعادة شرط الوحيد ليك لو في يوم عرفت إنك خنتني مش هعيش معاك يوم واحد ومش هسامح أنا استحملت خيانة 16 سنة بس الراجل الوحيد اللي كان ممكن أسامحه هو فاروق واستكملت حديثها في برنامج السيرة جوازي من متحة صالح استمر ثلاث سنين ونصف انفصلنا ورجعنا تاني كان مشروع خيانة بس أنا اكتشفته وخلاص رجعنا ولما رجعت خني تاني وقررت أني مش هتجوز تاني أبدا ترجمة نانسي قنقر